الان طلافة سنجي ناخد في المثال عن البيوت سابر لاو لو كان عدنا اللي وهذا هم مثال وهم اشتقاق للقانون يعني يعتبر لو كان عدنا في الوانج ستريت في المنت الوانج ذا زد اكسس كارينج ادايريكت كارينت يلد من العدنا الاش عنده نقطة معينة لاحظوا هنا عدنا هذا هو هذا هو السلك يمر بتيار هنا شنو قالنا عدنا انفاينات لا محقق يعني من البعد ما تم ما لا نهاية والسالب ما لا نهاية والنقطة معلتنا محددين اياها هاي النقطة اللي اذا معدنا نجد هاي الاش عندها هاي النقطة زيان هسا راح نجي اول شي انحدده اللي هو شنو عدنا احنا قلنا ناخد كامل ما راح ناخد السلك كله راح ناخد جزء من السلك من ناخد جزء انتبه هنا نكتب دي اش بعدها من الكامل هاي اللي تتحول الى اش هاي النقطة هاي اللي اريد احسب بيه فلسا شنو نجر سلك او هاي خط ابنيا واصل من المصدر الى النقطة هاي مثلنا الار وعدنا هاي المنا هاي المسافة فمننا الناس مثلنا رو اي رو وهذا مثلنا زت اي زت زيان هذنه لازم نحددهن ليش لان راح نجد الار الار شاح تساوينا هاي النقطة حاليا شنو الابعاد مالته هاي النقطة هي موجودة على الواي اكسز ما نريد ناخذها بالاحداثيات الاسطوانية فالابعاد مالته هو رو زيرو زيرو فمننا جناخذه راح هذه هي عبارة عن رو اي رو زين المنظر مالتني شنو ابعاده هو عبارة على محور الزيت هو منطينية فالنقطة هي زت بصفر وبصفر فصار عندنا هاي النقطة هاي ناقص هاي النقطة راح نستخرج الار من الواحد الى ثمية فالآن راح تكون الرو ناقصا العفو هاي مو زيت مو راح ناخذه بهذا الشكل يعني وليها زيرو بزيرو بزيت زين فاش راح تساوي عندنا رو ناقص صفر راح تنزل عندنا رو اي رو صفر ناقص صفر ما راح ينزل وعدنا صفر ناقص زيت راح ينزل عندنا سالب زيت باتجاه الاي زيت بعدها شرح يكون عندنا الاي ار الاي ار قلنا شنو قانونه هو عبارة عن الار كذكتر على الار كمغنيتود الار كذكتر هو هاي القيمة النفسة كمغنيتود هو تحت الجذره تربيع زادا زيت تربيع زين بعد شنو نحتاج بالقانون نحتاج الدي ايل الدي ايل اللي هو نستخرجه من خلال موقع السلك السلك حالين موجود على محور الزت اذا هو دي زت باتجاه الاي زت نجي القانون مثل ما هو نضعه نكامل الاتي الاي دي ايل راح يكون الموجودات لان احنا المسار مالتنا حاليا سلك مكان الاي ار راح نضع هاي القيمة ولا ننسى قبل شوي وضحت لكم انه من نقسم الار من نضع الاي ار نضع بمكانه هذا واحنا عندنا اصلا بالقانون هاي القيمة فمن نجمع هذا النص مع هاي هنا القيم ش راح يصار عندنا راح يصار عندنا اس ثلاثة على اثنين هذا خلوها نحيانكم بدل الدي ايل راح شنو نضع نضع قيمة الدي زت اي زت راح نخليه هنا زين هسا شنو صار عندنا اصار عندنا انه قبل ما نكمل الحل لازم هاي القيمة نستخرجها عندنا اي زت تنتبهولها كروس بروديكت مع الايرو ناقصا الاي زت هس خلنحكي عن متجهات فقط زين احنا شنو عندنا عندنا قاعدة وضحناها سابقا عندنا قاعدة وضحناها سابقا اللي هي هاي القاعدة خاصة بالكروس بروديكت هاي القاعدة الايرو كروس الاي فاي كروس الاي زت اذا نمشي بهذا اتجاه راح يطينا موجبة واذا بالاتجاه المعاقص راح يطينا قيمة سالبة فاحنا شنو عندنا حاليا عندنا فاحنا شنو عندنا حاليا نرجع عندنا الاي زت كروس بروديكت الايرو وعندنا الاي زت طبعا بالكروس بروديكت عندنا قاعدة تقول المتشابهات راح يصعون صفر فهاي ويهاي صفر راح يبقى عندنا شنو اي زت كروس الايرو شنو النتيجة مالتها اي زت كروس الايرو راح تنطيني الاي فاي من خلال الشكل اللي وضحنا سابقا زين هسا حددنا المتجاه هاذا كل القيم شنو راح تبقى من عندها هاي راح تساوي صفر هاي حاصل الكروس بروديكت طلعت اي رو الرو هنا راح تنزل والاي راح ينزل هزا طلاب عندنا الاي والرو ذاني نزل الديزت موجودة والاي فاي موجودة نجي المن نجي الجزء المقام حاليا نحن التكامل ما نتنقل المن للديزت منين لمنين من السالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية الشغلة اللي تخص الزت راح تبقى داخل التكامل والما تخصها راح تطلع برا تعتبر كونستانت الاي والرو والفور باي ذاني كلهم كونستانت نطلحهم لبرا يبقى عندنا فقط هذا الجزء هذا راح نحله بالتعويض نقدرون تحله باستخدام احطر القرياضيات فبعد ما نحله بالتعويض النتيجة شنو راح تكون عندنا النتيجة راح تكون عندنا التيار هو اي تو بايرو اي فاي هذا الجزء ورا ما تكاملون راح شنو ينطيني راح ينطيني راح تربيع واضح وراح تطلع عندنا يعني اثنين بالمقام فنختصرها فصيرنا عندنا اثنين والرو تربيع ومنا راح تبقى عندنا راح بالمقام يعني هذا شغل الرياضيات فاذن هذا القانون شو كنت نستخدمه نستخدمه اذا كان عندنا قانون اللي هو تيار موجود وين على الزت اكسز والنقطة موجودة بهذا المكان حثوا التجاه الهزة حاليا اذا تلاحظوا انطلاب واذا نطبق قاعدة اليد اليمنى حاليا اللي بها مرح يكون يكون بهذا الجهة زين والنقطة هاي اها هنا فمن اللفة الاصابع راح تكون باتجاه الرو هذا يشبه شنو يشبه قانون ال اي تساوي الرو ايل على تو باي رو اي رو اللي وخاص باللكترك فيلد يعني نفسي تقريبا اكو شغلة لازم ننتبه لفهذا القانون اول شي انو stream lines من stream line هنا اللي خطوط المجال المغناطيسي راح تكون بهذا الشكل لان احنا نسى شنو قلنا قلنا هو حاليا هذا الشكل المغناطيسي راح يولد حول السلك في هذا الشكل من يجو واحد يعني نخل نقول top view يعني من يجو واحد يبوع منه من فوق فراح يلاحظ عبارة عن سلك اللي هو هذا النقطة وداير ما دايره هاي الخطوط مالة المجال المغناطيسي وش لاحظنا هنا نشوفوا المجال كل ما جاي نبتعد عن المصدر جاي تلاحظون هنان راح يكون قوي بعدها كل ما نبتعد جاي يخوف ليش قلنا لانه ال H راح تتناسب عكسيا مع مربع المساحة هاي اللي طرقناه لأول شي لهذا راح تدريجيا تقل شدة المجال المغناطيسي يعني تكون قوية عنده مصدر الشحنة وكل ما انا بتعد عنها بالمساحة راح شنو راح تقل لان اشتركوا في القناة